اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتو اللي اتردتو يعمل كده لو حاولي اتصل بيكم يريد تبلغوا ان اللي بيعملوا ده مش هيفيدو على مهلك تعالي في البيب بسرعة على مهلك اناي حاصل اسوء اتحاكي يا فاندم دلوقتي اني حاجه حضرتك يعني انتشوف النا دكتور بصرا عشان الجرح اللي عمال ينزف ده لا دكتور ايه انفعش منفعش يابرهيم دكتور يجي هنا ويشوفنا منفعش يعني ايه ما ينفعش وما انسيبك بالحاله انت فيها دي انت بشايف منظرك عمل ازاي معلش هادي حاجة نربط بيقى الجرح ودلوقات نزيف يوقف نربط اي بس يا عمم احنا ربطينه من الصبح وعمال ينزف برضو منفقش يا ابراهيم مش بعد كل اللي عملته ده جا تمسك هنا ما تتمسك احسن ما تموت هنسيبك وانت بالمنظر اللي انت فيه ده طب انا بقول لحضرتك حاجة اه فيه هنا اجزخانة قريبة من لنا ايوة ليه طب لو صمحت هاتي ورقة وقلم بصورة عشان اكتب لك شوية حاجة تكيبها لنا طب ايوة كلام البنت بيقول ان سليم وابراهيم خرجوا من المقابر عشان كده عايزكوا في اسرع وقت تشدد المراقب على بيت سليم وبيت ابراهيم وتعمل لي نشرب مواصفات الموتسيكل اللي البنت قالتها حاضر يا فندي والعالة اللي حاولوا يهتصبوها يكونوا عندي بكرة الصبح مكتير اهوي ولا يا فندي بصراحة نظام حيارني شوية اللي مهياله يعني ايه كلام البنت على سليم والموقف الرجول اللي وايف معاها مش عارف هو موقف رجول صغير يتحسيب له لكن لا تأذر وزيرة النزرة اخرى سليم متهم بتعذيب شابة قدى الى موته يعني مجرمه هربان والاعدالة عوزان وسليم لازم يتجاب يتجاب فندي موسيقى مش عارفة موسيقى يا بل اهدن بتعبلي موسيقى 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 ماشة يا عم السوادق لقعلك ان انت خبرة عرفت البنت الحلوة دي ازاي سبحان الله يا اخر الحرام ورزق واسع حتي في الحريق مش عارفة اهدى كل حاجة هيا اتأكد بس ده مفيش حاجة نقصة طمي عليك بس ده كله تمام بس في حاجة نقصة وما قلتش ليه من الاول كنت جبتها لك طب قول بصرا وانا هروح بس دي حاجة منفعش الجباه من الاجزخانة حاجة لازم يعني مع البنج الموضع عشان يقدر يستحمل حاجة ايه سنة افيون نعم يعني ازازة خمرة حباية ترامدول يعم انت جنسك ايه بالزبط هتجيب الحاجة انت منين انت بتفهمش ما هو مش هينفع كده لبنج الموضع الواحده مش هخليك تستحمل حاجة مش فتحة صدر ايه ولا فتوانها عم السوابق سوابق ايه ده زابط في العمليات الخاصة زابط في العلاقات الخاصة ازاي يعني زابط يعني زابط دبابير يعم اخلص يلا حاضر يا باشا هو انت دكتور يعني ايه هو اللي يعني دكتور ولا مش دكتور يعني كنت هبقى دكتور بس الظروف يعني يا عم خلصني حاضر يا باشا يلا يا فريدة هتليف خده بس ولكش دهه يلا يلا يا ابنة نستحمد يلا هبه هتنى معاك اقباجورة بزي بتاع قطف ده عبليك كده عشان انا ميش 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 بس الدينة كمان تتعمل لي قلبك مفتوح حاضر يا باشا حالو حاضر يا باشا يلا يا عم هتوك البتاع ده واخسل اي ده طحر هوجيبك خد نفس جاوي نورتي مه 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 عشو مه 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 يولي نفسك تم تشربه يا رب يا رب انت عارف لتقيتك هديف تربيته ونعم يا رب وحيا تعبيبك النابي ما تسويني فيه يا رب يا رب طلعهم ان احنا تديد يا رب احلم الناس غيرك يا رب تفتكر هيبقى كويس ان شاء الله عافية ان شاء الله اتطميني بس ده شكله ضعبان اوي اوه امر طبيعي اسحتك انا اصله هو الجرح نزفه والنزيف ده بيعمل هبوط ده غير انه هو مدقش حاجه من ساعة مهربنا هو انت زي مش دكتور وشاطر اوي كده يا فندم احنا الظروف انت عايز اخش كله طب الحمد الله فندم انا بشتغل تمرجي في مستشفى وعلي 25 سنة تمرجي وشاطر كده والله يبرافو بيكت متشكرة اوي اللي انت عملته مع سليم هيفضل جميل في رقبتنا لحد يوم الدين جميل اي بس يا فندم هي الوصول فيها جميل سليم بيعني خير وثابت هربنا و وحماني وتعور مكاني ربنا بس اوهم بالسلامة اللي هو صحي زابط ايوه زابط شرطة؟ ايوه زابط شرطة هم الأهل اللي خليهم يعملوا في وهكي ده ويلبسوا كلبش دي حكاية طويلة اوي بس امتى وهي حديك من يبقى اصلا الله هيا فانتن برضو حكاية طويلة ربنا ساعتك تقريب به طم انت ان شاء الله سالله ليبقى كويس انا ما عنديش اغرب منه في الدنيا دي طيب اااااااااااي من البيت بيتك لو عايز تشرب اي حاجة يعني وكده عن قسمك اشرب ايه احنا هلمط مكروح عمرك ما تتغير لسانك عمز المبرد ما بيرحمش محدش فينا بيتغير يا سليم ولو كان في حد بيتغير كنت اتغيرت انت والله اللي مفروض يتغير هو اللي عنده مشكلة ليه تكونش فاكر نفسك ملاك بجناحين ما بتغلطش؟ لا باغلط بس على القلي بان ادم طبيعي عرفت لي احنا سبنا بعض؟ لا بصراحة ما عرفش ويا ليه حضرتك تفهمني عشان عنده المقوح على العفادي للنهار ولا مش عشان انت عايزني عسكر من العساكل بتوعك روحي هنا وتعالي هنا انت يا بنتي ما تعلمتش حاجة خلص من اللي حصلت كنت بالسانيك انت اللي تتعلم كنت ستفهم صباح الخير. صباح الخير يا فن. معلش أسفى صحتك. ده ما لا يهمك فن. وهو سليم هيفضل نايم كده. لا ما تخفيش هو زيل فل الحمد الله. انا اطمنت عليه واستلوا الضغط والنب والحمد الله النزيف وقفه بها زيل فل. طب هو ما بيفوقش لي. انا خاف هيكون في حاجة. لا ما تخفيش. ما يكون جرالي اياه فريدة انا. يسا امتش ما تخفيش. على مهلك على مهلك. حمد الله على سلامتك. حمد الله على السلامة يا وحش. انو ما اغذى يعني حمد الله على السلامة يا سليم باشا. الله يسلمك يا ابراهيم. يا علش تعبتك معي. ما انو كتبت شهده انا مسلمك دراعي. قلت خلت شكرا على كده خلصت. ايه كلمة السخيف بتاعك ده. بعد الشر عليك. يا باشا انا ما عملتش حاجة ده سعدتك اللي سبقت بالخير يعني. واتعورت بسبب وحشت عندي. ومغزة يعني ده عشرة كلابش. ومش اي كلابش ده كلابش مع ظابط. مش تقولي يا باشا. قدك عرفته يا اخوي. ما تعمل لي يعني. زمنك ميت مكوع. هقوم اعمل لك حاجة ده كلها. انا قاسف يا سادة اللي هو ان انا قلعت اصجارة في وجودك. انا منكرش يا سادة اللي هو ان انا تهزيت شواء من جوايا. بعد ما عرفت اللي عمله مع البنت. اللي قدهشني اكتر ان انا سمعت البنت وهي بتدعيله. مع ان واحد في ظروفه دي. المفروض يبعد عن المشاكل بقدر المستطاع. صغري بقوي. بس كل ده ملوش علاقة بالقضية بالمناسبة يعني. وبردو. مش معناه ان سليم مجرم. ما هو ياما في مجرمين. بطلعوا فلوس لله. طجر مخدرات خارجين على القانون. قتله. وفاتحين بيوجود ناس غلابة كتير قوي. بتبرعوا بفلوس لله كتير. ما هو عزيات اللي هو ازاي ما تعلمنا. ما في الشر مطلق ولا خير مطلق. يعني لا فيه حد بيعمل شر على طول. ولا فيه حد بيعمل خير على طول. يعني مش معناه انه عمل كده مع البنت. انه ما عزبش الواد لحد الواد ما مات في ايده. بس برضو ما فيش حد قال انه تعمد يعزب الواد لحد ما موته. يمكن الواد استفزه شوية. يمكن هو كان كان مزنوق فرشين والشيطان لعب في دماغه. يمكن ضغط على الواد شوية ضربه وانت في ايده. انت يا رأي كسابت اللي هو. هو ما عمل لك قهوة. سيبك من القهوة باسمعيني. وانت بري بركز معاش هتفهم اللي اقوله. معنا ان صلاح التوخي يروح باتنا يبقى بركز في الموضوع وشايله على صدره. انت كان محروق جدا وهو بيتكلم مع طنت. لما اغزعنا اسلم بيه. وهو صلاح التوخي ده حطك في دماغه اول كده ليه. وهو فيه بينكم ده ديات قبل كده. صلاح التوخي في الوزارة معروف عنه انه زابط نظيف وجامد. ما فيش قضاء مرة يمسكه غد لميجي بقى خيره. بس انا عرف صلاح التوخي بيفكر فيه. صلاح التوخ خايف مني على سمعته. مش بس كظابط شطر. كظابط شريف. يا فان. يا وليد جديد. جديد يا فان. انا سيب ساعاتك من ثلاث ساعاته. كام ساعة دول ممكن يغيروا الدنيا. سليم ممكن يخرج من المحافظة. دي يروح محافظة تانية. وساعتها نتوه مننا تماما. يا فان دم هيخرج يروح فين. وهو مصاب زي ما البيت قالت. ما وده السؤال لازم نلايه الوجابة. بتفتكر سليم ممكن يروح فين. صلاح التوخي همه الفترة اللي جاي دايق الدنيا علينا. يعملينا كمان في كل حتة في مصر. وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها. بس انا ما اعتقدش ان حد ممكن يجي في باله ان انت تبقى هنا. احنا خطوبتنا تفسخت من زمان وما فيش حاجة تربطنا ببعض. قصد يعني ده اللي باين للناس. عندك حال. انت صاح. بس دا دلوقتي بس. لكن يقدام شوية هيوصلك يعني هيوصلك. عشان كده لازم نخلص من اي حاجة ليه علاقة بينا في البيت ده. احنا وزعنا صورهم على كل الكمان يا فندم زي ما ساعدتك امرت. مستحيل يا فندم مستحيل يطلع برقائرة. وانا باعمل حصر لاصحابه وقريبه واهله ومعارفه. وبالدورة بالكتير يا فندم هيبقى الملف قدام ساعدتك. تهيلي كده يا فندم يومين بالكتير وسليمي بقى في ادينك. انت قريت ملف سليمي الانصاري كويس يا وديد. اي فندم. اظن مش انك قريته خالص. لانك لو كنت قريت ملف سليمي الانصاري ما كنتش هتبقى متطمن قوي كده. سليمي الانصاري ماهوش مجرد ديلر عادي. او زابط كرش واسع ومرتشي. سليمي الانصاري. كان متفوق طول ايام دراسته. كان ممكن يدخل اي كلية من كليات القمة زي طبا او هندسة او صيدلة. لكن اختار بنفسه من يدخل الشرطة. وطول ايام دراسته في الشرطة كان متفوق تماما. اشتغل في المباحث في العمليات الخاصة. واسبط كفاءة عالية جدا في الرماية واقتحاب الاوكار ومكافحة الارهاب. سليمي الانصاري مش مجرد مجرم عادي. بساعة لتقبض عليه زي ما انت متصور كده وليد. ارجع اقرى ملف سليم الانصاري تاعي وليد. فهمت يا فريدة؟ اي حاجة جي عليها دا من بارة حطيها في كيس سود وارميها في صندوق زبالة بعيد عن البيت وبعيد عن الشغل مفهوم؟ مش. مترممش كله في مكان واحد. خلي السنية كلها بعيد عن بعض. وفي كل مكان ارمي حاجة. تمام. خلينا بقى في المهم. الموتسيكل. واحنا خبينها تحتها باشا في المخزن بتاع الفيلم. ما ينفعش. صلاح الطوخ ام حاجة دلوقت هيدور عليها يا الموتسيكل. لو لقى هنا في البيت دا فاريدة تروح في ستين دا هيا. دا هنعمل في ايه؟ الموتسيكل دا وليد اول خيط هيوصلنا لسليم العنصاري. اي نعم احنا ما معناش نمرته. لكن معانا كل اوصافه من خلال البنت اللي كانت مخطوفة. لو جدعنتوا يا وليد. وعرفتوا تجيبوا الولاد اللي كانوا خطفين البنت هنعرف منهم نمرت الموتسيكل. حضر فن. هجيب لك العلدي النهار دا فن. ما نشوف يا سيد. الموتسيكل دا لازم يختفي. بس قبل ما نخلص منه. لازم نشيمن عليه اي حاجة تربطنا بيه. دم بقى بصمات اي حاجة يعني. مفهوم؟ تمام. ماشا ماشا. طب بالنسبة للموتسيكلة باشا اتا كده جيت في ملعبي بقى. ليه بتفع في المكانيكا؟ ايه باش اصل انا وانا صغير زمان كنت باشتغل المكانيكا يعني مع واحد جرنا اسمه اللوست علي الحظ. فاللوست علي الحظ دا كان بيعمل دماغ كتيرة. ومر الحظ خانه فراحة المكان هابقى فيه. فانا سبت ورحت اشتغلت في محل طعمي. اول ما دخلت من المحل ام مناصر بقى جاي بتفتح الانبوبة رحت ضربة فيه. خلاص يا ابراهيم خلاص. فريدة عنديك هنا عادة. عندي اهو فيه في العربية كمان. طب كويس. الموتسيكلة دا لازم يفكك مصمار مصمار ويدغسل كويس. عشان ساعتها تقدر يتعمل زي الحاجات التانية ترمي كل حتة في مكان. تمام. مال يا ام يا كمان اخليلك اكبر حتة في الموتسيكلة دا قد كده. بس دوني حتة. ده الموتسيكلة. انت بقى ابراهيم. انا مال يا بيه هتفككنا انا كمان. انا عارف انت وجدها. ومش خايا. بس انا خلاص بعد اللي حصل ما بيتشاصك في حد حتى لو بيه اللي ارحمه. انت هتفضل معي. ولو فكرت تبعد عننا ابراهيم. انا هضربك بالنار. يا باشا هسيبك وروح فين يعني. انا كده كده غرز معاك اسعد تلباشا. يعني هسيبك وروح اسلم نفسي للحكومة. ولو روحت بيتنا برضو الحكومة بتقبض علي. الحكومة بتدور علي من ناحية. وحسن الضبع بدور علي من ناحية تانية. حسن الضبع مين. ابحكي لك بيه بعدين بس لما نخلص من اللي في ايدينا. وبعدين يا بنا هستفيد ايه يعني ان انا اخضر بيك. ماشي. بس الحد بقى ما نخلص من اللي احنا فيها تفضل معاه. صلاح التوخي لو مسكك مش هسيبها غير لما تقوله مكاني فين. لان عارفه. زبط غلص ومش هيحلك. اه طبعا. احنا هنفضل مرقبين بيت الودي اللي معاه اللي اسمه ابراهيم الزني. ولو اني متأكد انه مش هيظهر. لان سليم مش هيفرد بسهولة في الرجل اللي وحيد اللي عارف عنه كل حاجة. بقى هيفضل مخليه معاه اللي طول يا فندم ايه. لو سمحت هتلي العدة يا عيسة فريدة. من عنا يا حاضر. قولك يا فريدة. باب الهورة مقفولة. لا. طب روح انتي. بس انا ابراهيم هاجي معك عشان الفوك المنسيت. تيجي معايا فين يا بيه واججار حل في دراعك عشان يتفتح. ما تقولش ان ماك بد رايحي. يلا. انا مقدر يا بيه. مقدر وعارف ان انت شاكك فيه. وابرضو اكيد بيدور في دماغك ان واحد زي ده رايح السجن اكيد مجرن. هتتطمن له ليه. كويس انت عارف ابراهيم هو مقدر. بس لازم تعرف ان احنا الاتنين ساعدنا بعض في المصيبة اللي احنا فيها دي. واحنا الاتنين برضو خطر على بعض. لو حد فينا اتمسك هيودي تاني في ستين داهي. وقده بيش حل تاني. يعني انا اللي عندي حل تاني يا بيه. ما تنساش ان الساعدتك كنت رايح السجن انت كمان برضو يعني ما كنتش رايح مارينة. انا مش عارف لحد دلوقتي هيودي وصابة السجن ولا هيكلبشه ليه. دلواحد بيخافي هو ابنحة الاسم يا بيه. اه والله. لما بقى رايح عامل ورقة ولا اي حاجة في الاسم وحطت ايدي على قلبي ويقول يا رب نجدنا. بس بصراحة يا بيه يعني انت غيره. اه والله. وبعد موقف الجدعانة والشهامة اللي انت عملته مع البيت الغلبانة دي وكنت هتودي نفسك في داهي والضحي بنفسك. خلت كبيرت عندي اوى سليم بيه. والجدعانة يا بيه عند ولاد البلد ليها مقام كبير. تعال معايا يا بيه. اتفضل. اطلع بيه. ما تغلاص يا بيه. بيه اللي كان عادي. سياعة منصوب النهوة. روحي انت يا شطر احنا هنصوبها. جريح حاج ملك في ايه ما تهدأ شوي. محدش يقولي ده حمد. انتو محدش حاج من الفيلة. ومحدش بيكم موروب زي ما انا موروب. حمد بي عندو حاجة. احنا في السليم. وبعد كذا كان على زناتي. ارشين هيسكتوه. نعم زناتي مين. طب والزابط. الزابط ده ما يخوفش ناملة. بالعكس ده هو اللي خايف ومرعوب. انت مش عارف الدخلية مقلوبة علي ازاي. بعدين يا حمد بيه. الراجل بتاعك طلق بينه وبين الزابط سليم طار. يعني ما بيختمش لللف لله. مين؟ توقشه التميم؟ ايه يا سيدي تميم. محضر التحريات اللي اتعمل على سليم. بيقوله ان هو اتنقل هنا بعد ما وقف عربيت صاحبك في كمين. ودرب البادي جارد اللي معاه علقة لما فرط عظامه. يا راجل. يا اخوانا. حيفدني ايه الهاري ده في موضوعي. ازاي هيفدنا في ايه يا لطفي. الراجل ده بحسسن هو بيعملينها جميلة. مدام الطار واحد. يبقى المصلحة واحدة. مش كده قال لي ايه يا سيادة النايب. يا ابراهيم ايه الاخبار؟ كله طبعا. مية مية. وشكتلك الموتسيك اللي اجي خمسة وعشرين حد. وحطيت كله في شنطة العربية. هنزنوك وحسن بدأ بالشحن. ما تقلقش بقى. كل حاجة بقت زي الفل. يا ابراهيم ايستور ان شاء الله. بقى الشفريتة قلت عليك. بس انت عارف بقى انا مليش غيرك. طبعا ما لكش غيري. بقولك ايه. انا هطلع غير هدومي. عايز اروحي الشغلة ااخد اجازة. وبعدين هعطي على المنطق. اجاز سليم ينفقش اجازة طبعا. مش عايزين اي حاجة غريبة اليومين دول ترفز النظر. ايه يا سليم بس هزيم اتك. تسمعيني بقى ما تتعبنيش بقى. حاضر. مش سلميلي على امي وعنا سلم. وطمين يوم علي. مشي. على فكرة. ابراهيم ده جد عطيبه ابن حلال. انت مش متخيل عامل معاك ايه. وكان بجد خايف عليك من قلبه. قيبان. ما فيش حد اليامن في الدنيا دي اليومين دول. انا هروح اغير. بقولك صحيح معلش. انا كنت احتاج من الخدمة. قولي. عايز تلفون وخط. بس ما قولوش باسم حد. انت عارف انا كل الناس اللي حولها مترقبين دلوقتي. هتعرف ايه؟ هعرف. يا واساز انا مديرة اكبر شركة موبايلات في مصر. شو ده بقى شغلي اللي ما كانش عاجبك اهو نفعك اهو دلوقت. والنبي ده وقته؟ اه وقته. مبروك الافراج يا شابح. شوفاها هتديني حق نائدي؟ ولا مزاك؟ على حق يا ابا. انا كنت نقوم بتجربتي. سدا يقصي حطك اتعالحبس. ما تضحك يا. ما تضحك خط افراج. يا سبحان الله شفت بقى أسلم بي تلع الحل من بعضه حكايتك شبه حكايتي شكلك مش مصدقني رغم أن أنا صدقتي كل اللي حضرتك قلتهولي هو أنت لأسلم بيركب دماغك يعني ومش قادرة تنسى أن أنت زابط شرطة وأن أنا حد التمرجي غلبان يعني ده أنت حتى بيه دقت الظلم مش قادر تحس أن واحد غلبان زي ممكن يبقى مظلوب بيبتول كده برايب يا باش أنا ما بقولش ساعدتك اللي باين عليك يعني أن أنت شكك فيه شايف أن أنا عيل حرامي سرق العهدى بتاعته وبيجدب عشان يهرب ببلوة السودة مش كده يا بيه والله يا بيه ما بأكدب عليك واللي حكيته لك ده هو اللي حصل بالزبط وبعدين يا سلم بيه أنا مش محتاج أكدب يعني عليك بعد كل اللي حصل لنا ده هكدب عليك ليه ده أنت هربان زي يعني مش الزبط اللي بيحقق معي ولا هيزبط عليك الطب والعلمك بقى يا سلم بيه والله هنقعد معاك هنا بمزاجي مش غزبن عني ولا هممني بقى الطبانجة اللي معاك ولا هببني أي حاجة أنا بس مش عايز أسيبك وأنت عيان بص أسليم بيه طيب يا بيه ماشي أنا هطلع بيه بتنساش بقى تبقى تأخذ الدوم بتاعك المضاد الحاوي عشان الجرح يعني ما يلتهبش بس اللي أنا عملتلك ده مس سهل كده تعمل يعني في صالون ولا في صال عادي ده كان محتاج مستاش فاوضة عمليات وتعقيم تنساش تاخد الدوابية نحن يسنك ما هطلع أصلي ببراح شوي يعني أنت يا فريدة بتطمين عليه لنه كويس والله يا طمط كويس وزي الفل وبيسلم عليكو كمان يا حبيبي يا سليم الله يسلمك ويسلم يبقى لازم أروح له أقنعه يرجع تاني لا يا طمط تروحي فيهن البوليس مرقبك انسي وسلم ولو أي حد فيكو حاول يشوفه أو يتصل به هتبقى فيه خطورة كبيرة جداً على سليم طمعت الكلمة انت معايا فريدة هو بيقتلع حبيبتي بكلامك لازم يرجع كده بيضيع حقه حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش يا ستفر يا عنده يا سابر يا سابر السابر السابر يا ربا السابر السابر ويطلعوا مني والله الدول باس واليد الحيناش ليمسك حد فيهم يا فضل اه سعدتك عارف انهم اتنين مغبرين اللي بيراقبوا بيت سليين والقال عملوا عملتهم وجروا من هنا ورايح تزود الحراسة على بيت سليين وما حدش هيهو من امه او اخته مفهوم؟ حضر يا فضل ومين كان في البيت وقت كل ده ما حصل؟ وام واخته اه وفي واحدة جارتهم من زمان اسمها فريدة فريدة؟ اه مش فريدة دي اللي كانت نزلة من عندهم مبارح والمخبرين جابوا نمر تعليبتها؟ اه يا فاني وكانت موجودة في النيابة وقتا مسليم حربة مين فريدة دي بقى؟ ويحكيتها بالظبط والله هو ده اللي حصل محدش جراله اي حاجة مفيش بس غير ان الشباكة تكسر وانا ممشتش غير لما العيال دي مشت من قدام البيت ودلوقتي كمان بقى فيه حراسة حراسة؟ اه انا السبب في كل اللي بيحصل ده يا حبيبي ما تحملش نفسك فوق طاقتك وبعدين انت في ايه ولا في ايه يعني؟ بقولك ايه؟ انا جبتلك انت وابراهيم شوية لبس كده اللي عرفت اتصرر فيه وحطه في شنطة ايتي ما تسعالش نفسك بي يا سليم عشان خاطري اخلص يا علي احنا اسفين يا فاندي ماله اللي حصل ده كله بس على فكرة سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده ليه يا صلاح بيه؟ سليم هو اللي اجر شوية بلتجية عشان يجي وتحجموا علينا هنا في البيت؟ انا ما اقدر موقفك يا انسة سلمة بس ما تنسيش ان سليم هو اللي حطيني وحطوكم وحط الدخلية كلها في الموقف السيء جدا ده تعارفين دلوقت البلد ما بقتش ازاي زمان؟ حصل خير يا صلاح بيه بس بكرة الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا واقولهم حضرتك بس انا ليه اعتبع عندك؟ عندنا؟ ايه بدل ما انت عحطت لنا مخبرين عشان يرقبوني انا وبنتي ويرقبوا اللي داخل واللي خارج كان الاولى بحضرتك انك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الاوباش دول انا اسف وبعدك من ده مش هتقرر تاني انا هي مين فريدة اللي كانت موجودة وقت الحادثة؟ دي زميلة بنتي وصحبتها من زمان وكانت خطيبة سليم طيما انت عارف كل حاجة لازمت هيبقى لأسئلة؟ لا بس اياه انا مندهش بس انهم كانوا مخطوبين ومفسخوا لخطوبة ومع ذلك هي كانت مصرة انها تبقى متواجدة معاكوا دايما ودرجة انها كانت موجودة معاكوا في النهادة وما هو الود ملوش دعوة بالنصيب ولا حضرتك عايز تحاكمها بحكم انها بتصون العشرة ربنا ديم المعروف اهلا فكرة لو سني متصل بيك بلغين اللي بيعملوا دا كله مش هيجب نتيجة ولا اسفل اللي سعلك سلام عليكم ماما لازم اتكلم فريدة تنبهي سليم الراجل دا شكله مش سهل لأبدا او هيتحملي كده اتي بسمعتيش فريدة لما قالت ان اخوك بيقول لها انه مرقبين التليفونات اما هنعمل ايه ماما نفضل قاعدين كده بقولك ايه بكرة تروحي لعا الشغل اكد انك بتزوريها عادي وفاهميها كل اللي حصل بالزمن حضر ربنا يسطر ربنا يسطر هعرض لكم فيديوهات لصورها بعض اهل المنطقة استنونا بعد الفاصل عليها النعم الا انت ادمارك هاساسة زي ابوك يا ابني انت صعبان عليك تفرح مصيبة والحمد لله انزحت عايزي تاني مصيبة وانزحت وانت تشغل بالك ليه انت عال بارد اصلا لعلمك بقى دي اول مرة في حياتي اتفق انا ولوت فابو المجد في حالي الحوار ده مش عادي بالسهل يا شادي طب خد خد ولا عادي هتلاقي الحوار عادي على طول لا يا شيخ باخرين فتسنين ايه ده بقى شواء ايه ابوك ولا ايه لا ده امراطي علو ايه لا لا جايد الوقدي حاضر هكلمك اول منزل العربية انجي انا بحبك ايه ايه ابوار ده اترفع وشكلك هتتلق اسوأ ها لا لا يا عم ده حماية وحماتي في البيت ولازم اروح لاتخد مخالفة علاية الطلاق ايه ده تامر انت عيل برينس ده جواز وعلى وجه عالب ايه طبعا انا عبيلتها عشانعمل في نفسي كده في الجواز ايه لو اني والله يا ابني بحس ان انجي مرتك جيغل بنا وطيبة في ستة طيبة مع جوزة يا صاحبي خلي بالك على نفسك سلام سلام وانت ملك حماية عرفه من قبل كده ولا انت كليك مصلحة واتقادت وخلاص ايه اللي يهمك؟ ربنا خليكين يا باشا وما يحرناش من عاطفك ابدا انا بس قلت يعني طالما المصلحة واحدة يبقى نحط ايدينا في دين بعض انسى يا حماد انا مش عايز اصهر في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد يا باشا ساعدتك مش هبان في الصورة كلنا اطلبوا منك انك تشور علي بالنصيح انت عارف نصيحتك بتفرق معي كتير قبل كفارة رايس كفارة دي تقول عن نفسك كده انت خرج من اعدام انما انا مخرج معلم عن الحكومة فاهم باغلي فاهم الرئيس صح صح كده ماشا تخد لقم دي ماشا اللي ارحمك يا نادا اللي ارحمك يا عسلية قطعت بي يا بيت والله قطعت بي يا وربنا اطاعدينا كلنا يا عالي وقللك ايه ما عربتش الحوار اللي عمل اسليبين انصارك من نيابة حوار ايه يالو ده او عمل حوار كبير وكان عايز اللبس الالياء كلها اللوطة وبالمجد ودن قطعت بي يا عبد وابنه اه لا ياسطا استنى بقى الحجر يشتغل كده ورسينا على الحوار من اوله ام الابراهيم فينا انا مش شايفي يعني مقموسة ستة العشا مارد قوي عايزنا عامله زي اخوي ومتربي معي وبتاع مش عارف عامله ايه يعني مو بصراحة يا سليم الراجل متسبت للساعة ما عارف ان انت ظابط حاول يعني بنراح عليه شوي بنراحتي يا نقص موحي انا مش نقص هفين اللي مكفيني مين اللي جاي دلوقتي بقى اكيد الدرايكلين الدرايكليني في الوقت ده اهو متعود يجي متاخر متقلقش ده بقولك ايه افتحيه وانا هطلع فوق مهما كان مين ما دخلوش يخشوا جهو مش سألخير